خليني بمناسبة المصابين أكلم حضراتكم شوية على ندفت يعني الحقيقة يمكن كريم ندفت كان لغاية ما تمت إصابته كان من اللعيبة المبشرين جدا الواعدين جدا اللي تقدر تبني عليهم وتشوف فيه مستقبل كبير جدا الولد الحقيقة تعرض لإصابة حظه كده وياما الحقيقة نجوم كتير جدا أثرت فيهم الإصابة لكن أكتر ما يميز كريم كان فكرة إصراره على العودة مرة تانية والحقيقة يمكن إحنا أعلننا من فترة قريبة إنه كريم هيتم تجهيزه بشكل تدريجي عشان يرجع للنادي الأهلي الحقيقة كان من الممكن إن إحنا نقبل نوع من أنواع الإشعاعات المرتبطة بفكرة التشتيت إنك تشتت لعيب أو تشتت فرقة أو تخرج لعيب من تركيزه أو تشغله بموضوع تهيني يعني إحنا سمعنا من 3-4 أيام كده فكرة إنه الموسم الجايد ينجب نزمة 100% بره النادي الأهلي وإنه يحترف في أوروبا وإن العروب بتنهل عليه رغم إنه الراجل لسه مجدد مع النادي الأهلي خمس سنين فإزاي حد مجدد عقده أو وافق إنه يجدد عقده لمدة خمس سنين يبقى فيه تأكيدات كده تأكيدات أنا بروح لك بالنسبة 100% إنه الراجل لا مش موجود مع الأهلي السنة الجاي كلام ده سمعناها مع كذا العيب سمعناها سمعناها على علي معلول وسمعناها على السلية وغيرهم وغيرهم النوع ده من الإشعاعات ماشي يعني هو مش مقبول طبعاً لأنه ما فيش خبر بدون دليل أو ما فيش معلومة بدون دليل عليها عشان يبقى فيها على علم إصداقية بما نعم نتكلم على وسائل إعلام لكن اللي مش مفهوم ولا مقبول ولا أخلاق يبقى شكل من الأشكال إنك أنت تشكك في شفاء لعب تمت عملية شفاءه بالفعل ومش بس كده وتزود على ده وتقول إنه كريم ندفد بيفكر في الاعتزال هذا الكلام أنا بأكد لكل جماعة النادي الأهلي وإحنا في قناة النادي الأهلي الرسمية هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة كريم ندفد جاهز جداً ومكمل جداً وعنده إصرار للعودة وكل تركيزه حالياً على تكملة المرحلة التأهيلية وبرنامجه العلاجي عشان يرجع للنادي الأهلي فيها عرب فرصة والنادي الأهلي كمان من ناحيته متمسك جداً ومساند جداً للعب كريم ندفد كل ما أثير حول كريم ندفد في فترة أخيرة سواء على وسائل الإعلام أو على منصات تواصل اجتماعي ليس له أي أساس من الصحة واللاعب عملية علاجه وما فشلتش وغير مصاب في رجبته تحديداً زي ما أتقال أنه عنده رشح مستمر في الرجبة وما قررش وما فكرش أساساً في الاعتزال وعنده تصميم وأعتقد عنده من الإرادة ما يكفيه أنه هو يرجع إن شاء الله بإذن الله في أعلى فرمة لفرقته فرقة النادي الأهلي مرة تانية بس شيء بالشيء يذكر وكان مهم جداً نأكد لحضراتكم على الفكرة دي